معنا مشاهدين الكرام عبر اسكاب من الصنبول الكاتب والبحث السياسي السوري أحمد كامل مرحبا بك يا سيد أحمد إذن طلقت اليوم مفاوضات سوشي ما أهمية هذه الجولة من المفاوضات وتوقيتها في ظل أوراة مخلوطة ومصالح متضاربة للقوى الفاعلة في الأزمة السورية طبعا الوضع غير واضح على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية هناك انشقاق ما بين الرئيس وبين وزارة الدفاع وزارة الدفاع تقول نحن سوف نبقى في سوريا الرئيس يريد أن يخرج من سوريا الروس يتصرفون وكأنهم انتصروا على العالم كله النظام يتفق مع الأكراد أو البيكيكي على أن يتسلم كل شيء وبين كل هؤلاء تركيا تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن حتى الآن ضاع الكثير ولم يبقى إلا القليل لم يبقى إلا إدلب لنعرف ماذا سوف يحل بها في هذه الاجتماعات التي تحولت إلى نوع من أنواع تعالي الروسي وخضوع الآخرين لروسيا هناك من يرى أن مفاوضات اليوم تكرس هيمنة الروس على الملف السوري كما تفضلتم إلى أي مدى ترى هذا الواقع وتأثيره في المفاوضات جريا؟ صحيح وهو ليس ناجم عن قوة روسيا وإنما عن تخلي العالم كله الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل والدول العربية تخيل أننا الآن لا يوجد عندنا ولا دولة عربية فيها حكومة أو رئيس يجرؤ أن يقول كلمة عن سوريا كلمة حق يقول أنا حزين لأنه قتل مليون سوري ما موجود هذا واحد فقط زعيم عربي واحد يقول أن سوريا محتلة من قبل إيران وروسيا وهذا يؤلمني لا يوجد لم يقل ولا واحد منهم أنا حزين لاحتلال سوريا سوريا دمشق عاصمة الخلافة الأموية قلب العروبة النابض أهم العواصم العربية الآن محتلة من قبل عدة دول من قبل روسيا ومن قبل إيران وفي ربع الأراضي السورية محتلة من قبل أمريكا وفرنسا وألمانيا يعني سوريا صارت مستباحة كليا كليا ويتقاسمونها فيما بينهم ويبدو أن قمة ترامب وبوتين أسفرت عن شيء لا نعرفه لأنه لا يوجد لنا ممثل هناك وننتظر الأيام تخيل إلى أي مستوى هبطنا ننتظر أن نرى النتائج على الأرض ونحن كأننا متفرجون يتفرجون على فيلم طيب منفات المعتقلين واللاجئين تتصدر مفاوضات الجولة العاشرة إلى أي مدى ستبتز روسيا الغرب بورقة اللاجئين لتمرير ما تريد منه وعلى رأسه إبقاء الأسد على عرينه المتهاوي هذه محاولة روسية ولكن لا أعتقد بأنها تنجح لأن السورية هي حمام دم هي فوضى مطلقة هي دمار شامل فكيف يمكن لألمانيا أن تعيد اللاجئين مثلا طالما أن الدروز قتل منهم مئات في ساعة واحدة في مدينة سويدا في ساعة واحدة قتل مئات يعني نسبة مئوية من الشعب الدرزي الطائفة الدرزية المكون الدرزي سميها ما شئ قتلوا في ساعة واحدة والنظام لا يفعل شيء والروسي لا يفعل شيء النظام يرسل ألوف الأسماء إلى أهالي المعتقلين يقول أولادكم ماتوا بسكتة قلبية بعد أن انتظروهم سنين طويلة تخيل هذه الدولة كيف يمكن لأوروبا وأمريكا وأستراليا أن تعيد اللاجئين إليها قانونا هذا غير ممكن لأن سوريا بحر من الدماء بحر من الوحشية بحر من الدمار الآن مدينة إدلب سيد أحمد باتت الملف الأبرز الذي يشغل المجتمع الدولي بعد أعلان نيته مهاجمتها إلى أي مدى ترى أنها بالإمكان أن تخرج المفاوضات بقرار بشان إدلب لا أعتقد بأن هذا الأمر يتم في جلسات ثلاثية أو رباعية أو خماسية كما هو الحال في أستانا لأنه الاجتماع في سوشي ولكن هو ليس سوشي هو فقط أستانا أستانا نقلت إلى سوشي إلى هذه الدرجة الروسي يريد أن يظهر بأنه مهيمن حتى الاجتماعات في بلد آخر حولها إليه لا يتم هذا المصير إدلب لا يتقرر إلا في اجتماع كما تركي روسي لا يتم بحضور الإيرانيين ولا النظام ولا المعارضة للأسف الشديد هكذا هو الحال في سوريا الآن مصير إدلب هو بين تركيا وما بين روسيا فقط شكرا جزيلا لك أبرائس كامل من أسطنبول كاتب والبحث السياسي السوري السيد أحمد كامل شكرا جزيلا